تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وبمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية احتفالاً في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين بعنوان الأردنو أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان إلى التفاصيل مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايل حفل افتتاح أسبوع الوئام الديني الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع دائرة قائد القضاء ودائرة الإفتاء العام والمركز الأردني لبحوث التعايش الديني وذلك في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله ابن الحسين وحمل أسبوع الوئام الديني لهذا العام عنوان الأردنو أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان وقال الوزير الخلايله إن أسبوع الوئام كان ثمرة عمل رائد قام على قواسم مستركة توفر أرضية دينية صلبة للالتقاء بين الأديان واحترام الآخر وأضاف إن المذاهب الفقهية الأربعة كانت نموذجا في التسامح وقبول الآخر وحثت على الأمن والسلام والوسطية ونبذر قتل والدمار ورفض الآخر وأشار إلى أن الالتزام بالشريعة الإسلامية يدعو المسلم إلى الوئام والعيش المشترك والتسامح والتمسك به مبينا أن الوئام يعطي الحق للبشر المختلفين بألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم بأن يعيشوا بسلام وأمن وأمان من جهته قال مفت المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة إن المسلمين والمسيحيين في هذا البلد كانوا وما يزالون يشكلون أنموذجا في الإنسانية والوئام ويزرعون قيم المواطنة الصالحة تحت الراية الهاشمية التي بايعها الناس بمحبة وموالاة فالتفت حولها القلوب قبل العهود لأنها كانت عادلة ونشرت العدالة بين الناس باعتبار أن الكرامة الإنسانية أمر رباني كما أقامت العلاقات على أساس المساواة فالكل له حقوق وله واجبات يجب أن يعمل عليها وبين أن علاقة أبناء الوطن قائمة على الاحترام المتبادل والوقوف صفا واحدا وسدا منيعا ضد أي مؤامرة أو محاولة بفضل القيادة الهاشمية التي جعلت العدل أساس الحكم والمساواة وقاعدة في تعاملها مع الجميع مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد أشار في كلمته إلى أن نموذجية وآمنا في الأردن نابعة من القيادة الهاشمية التي أصرت على أن يعيش الجميع على الأرض الأردنية بطمأنينة وأمان مؤكدا افتخاره برسالة عمان ودعوتها للسلام والرحمة وأضاف نحتفل اليوم بأسبوع عالمي للوئام والذي حمل شهادة ميلاد أردنية التقت حولها البشرية ذات يوم تشريني قبل أعوام في نيويورك لتتبنى دول العالم المبادرة التي حملها جلالة الملك وخرجت من مدرسة الفكر الهاشمي وولدتها أم الوثائق وهي رسالة عمان هذا يوم مبارك هذا أسبوع للوئام نفتتحه هنا باحتفالنا الوطني السنوي الذي نعرض فيه إنجازنا وموروثنا الحضاري والأخلاق بل والإنساني الذي يرتكز على إيمان بالسماء ووصيتها حب الله وحب الجار نأتي اليوم إلى هنا مسلمين ومسيحيين لنقول بأن هذا الوطن الذي نفتخر بمكانته التي تحققت بجهود بذلها كبراؤنا وشهداؤنا وأجدادنا وأيضا ترسخت كل هذه المكانة بهذا النهج الرائع الذي انتهجه صاحب الجلالة عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه عندما اقترح على شعوب العالم ممثلين بجمعية العامة للأمم المتحدة فكانت المبادرة التي قبلت بالإجماع من شعوب ودول هذه الأرض على أن يكون الأسبوع الأول من شهر شباط أسبوعا للوئام بدوره قال سماحة قاضي القضاء عبد الحافظ الربطة إن هذا الحدث السنوي الذي كان ثمرة جهد كبير لجلالة الملك عبد الله الثاني ليكون مناسبة عالمية أممية يؤكد الوئام بين أبناء الشرائع وأهمية الحوار البناء واعتباره أساسا بعيدا عن فكر التطرف والغلو ورفض الآخر وأضاف صنعنا من ذلك إنجازات كبيرة وكنا أنموذجا عنوانه الوئام والسلام والمحبة يتشارك في هذه الإنجازات كل الأردنيين ليتمتعوا بالأمن والأمان ويتشاركوا جميعا بالهم والفرح والسروع حضر الاحتفال رجال دين إسلامي ومسيحي والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ومفكرون وأئمة ووعاض وضباط من القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وسفراء معتمدون لدى البلاط الملكي وحشد من القطاع النسائي يشار أن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان هو حدث سنوي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة باختراح من جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2010 لتعزيز السلام الثقافي ونبذ العنف وتعزيز التفاهم والتعاون بين الناس بغض النظر عن الدين والمعتقد